مرحبكم من جديد وفقرة نابض ميتعوبة خلال روح دلوقتي ليه بس مباشر من داخل نادي الزمالك ناخد زميلتنا العزيزة المميزة نادين تايسير عشان تولينا ايه اخبار مدرسة الفن والهندسة واخر الجديد داخل نادي الزمالك يا نادين نهارك ابيض وماذا لديك اليوم في ميتعوب؟ برحب بيك زميلي العزيز احمد علي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة زمالك في كل مكان من نادي زمالك وطبعا النهاردة هنتكلم عن مباراة كرة القدم النهاردة بين نادي زمالك ونادي الاهلي في مباراة الكمة رقم مية خمسة وعشرين طبعا بنتمنى كل التوفيق لفارقنا النهاردة ومعانا كابتن اسماعيل نوح مدرب مساعد فريق الفين وستة هنسأله طبعا عن مباراة اليوم برحب بيك يا كابتن صباح الخير صباح الخير علي كنادين وصباح الخير على رحمد علي ونهارك ابيض بخطر نحن الله ان شاء الله ان شاء الله بشكرك يا كابتن عايزة بس في البداية اسألك هل طبعا شايف المواجهة ازاي في البداية بين نادي زمالك ونادي الاهلي في مباراة الكمة اكيد اي مباراة كمة بكون صعبة بس بيدنا نحن نسهلها ان شاء الله طبعا بالتركيز والالتزام والاندباط التكتيكي داخل الملعب وان شاء الله التوفيقكم من حالفنا ان شاء الله نكسب برها طبعا يا كابتن عارفين ان مجلس ادارة نادي زمالك برئيسة المستشار مرتضى منصور عقد جلسة طبعا لتحفيز اللعيبة النهاردة لمباراة الكمة عايزة اعرف من نوجة نظرك شايف الجلسة دي مدى تأثيرها على اللعيبة طبعا هيكون تأثيرها كبير جدا طبعا سيادة المستشار ومجلس الادارة دايما في ظهر اللعيبة دايما دعم مستحقاتهم موجودة اي حاجة بطلبها الفريق موجودة فاريت ان شاء الله فاريخونا النهاردة ونقدر نكسب طيب طبعا عايزة اعرف منك بردو مدى تأثير كابتن شيكبالا على الفريق خصوصا طبعا ان هو ليه دور قوي جدا عايزين نعرف مدى تأثيره ايه طبعا شيكبالا من كابات النادي وابنه الابناء النادي طبعا ظهر مهم جدا في النواة يلم اللعيبة واللعيبة الصغيرة اللي تلع من كتاع الناشئين واللعيبة الجديدة عشان يعرفوا كيمة ناري زمالك وكمة التشيرتها طيب كمان عندنا طبعا عناصر مهمة اوي زي زيزو وامام عشور عايزة اعرف ايه هي الادوار المطلوبة منهم الاضافية لتقدر تساعد الفريق نهاردة وتحفزهم طبعا والله وازيزو امام مش محتاجين ايه تعلمات طبعا هم لعيبة كبار جدا ان شاء الله يكونوا في حالاته بالنهاردة ويكونوا اقضافة ان شاء الله للفريق وان شاء الله نقدر نكسب بإذن الله كابتن عايزة منك رسالة للعيبة طبعا وبرده عايزة عارف شايف المواجهة زي النهاردة بشكل يعني فني والله بشكل فني انا شايف المواجهة ان هي مواجهة برضو مهمة يعني مواجهة يعتبر ماتش بستة نقاط مش بثلاثة يعني اخد ثلاث نوقات هتقدم في جدوى للترتيب وفي نفس الوقت هفكد المنافس بتاعي ثلاث نوقات مهمين ايه انا مشكرك جدا يا كابتن لوجودك معنا النهاردة شكرا لي شكرا لك شكرا زميلي العزيز احمد علي ده كان لقاءنا من داخل نادي زمالك مع كابتن اسماعيل نوح مدارب مساعد فريق الفين وستة داخل نادي زمالك طبعا بنتمنى كل التوفيق النهاردة لفريق نادي زمالك في مبارات القمة بين طبعا الزمالك والاهلي اللي هتقوم ان شاء الله في استاد القاهرة الدولي ملعب استاد القاهرة الدولي وطبعا الآن العودة ليك مرة اخرى في الاستوديو شكرك شكرا جزيلا زمالكنا المميزة ندين تايسير